ولكن مهم جداً إن أنا أتكلم مع حضراتكم بإيه ها؟ زي ما حضراتكم عارفين دائماً نتكلم ولكن بالعقل روي فيتوريا الحقيقة النهاردة قال كلام هنعرضه لحضراتكم بعد ما خلص يعني روي فيتوريا قال كلام مهم جداً الحقيقة وفي نفس الوقت كلام غريب جداً روي فيتوريا قال إن هو بيراعي الأندية وعشان كده واخد أربع لاعبين من النادي الأهلي طيب قبل ما أبدأ أتكلم في أي أمور خاصة بكلام روي فيتوريا عندما تنازل روي فيتوريا لنادي الزمالك وهنا لأنه هو تنازل لنادي الزمالك دي حقيقة وليس عشان نادي الزمالك والأهلي والكلام اللعب ولكن هذه الحقيقة اللي حصلت أن روي فيتوريا تنازل لنادي الزمالك عن لاعبي علشان يلعب بطولة ودية أو كان نادي الزمالك في ذلك الوقت بيلعب بطولة ودية هل أنا بتكلم كلام بكدب بقول كلام غير حقيقي لا أنا بقول كلام حقيقي وحصل طيب هل تدخل كابتن حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم الممثل لكل الأندية المصرية أو لكل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وده حقه بالمناسبة أنه هو يتدخل لنادي الزمالك علشان فيتوريا يطلع لعبته لنادي الزمالك فيش مشكلة خالص هل تدخل كابتن حازم إمام للنادي الأهلي النهاردة أو مبارح أو الفترة القادمة علشان يطلع لعبت النادي الأهلي عشان يلعبوا مع فريقهم ولا كابتن حازم بيتدخل لنادي الزمالك فقط سؤال أنا الحقيقة فضل تسأل نفسي كتير جدا جدا في هذا الأمر هل كابتن حازم اللي تدخل من 3-4 شهور عشان يطلع لعبت الزمالك كلنا عارفين القصة مش إسلام بس مصر كلها عارفة القصة وعلى فكرة ما عنديش مشكلة أن الكابتن حازم يتدخل فيه أنه يطلع لعبت الزمالك ولكن ما اتطلع لعبت الأهلي يا كابتن حازم ومحدش يزيد على النادي الأهلي في موضوع المنتخبات محدش يقول لك أسل أنتوا بصوا هي مصلحة الأهلي ولا مصلحة مصر لا مصلحة مصر طبعا مصلحة مصر عندما يكون النادي الأهلي بيلعب في كاس العالم للأندية وبيمثل بلده ومنتخب مصر بيلعب في المباراة النهائية والنادي الأهلي بنفس رضي جدا ولأن مصر هي الأساس بيسيب لعبته عشان يلعبه مع المنتخب والنادي الأهلي بيلعب كاس العالم للأندية أولى مباراة وبدون أعتقد ثمن أو تسع لعبين في ذلك الوقت فمحدش يزايد على النادي الأهلي في هذا الكلام ولكن أنا بلعب مع إثيوبيا منتخب قوي وكبير ومش قصدي أي حاجة ولكن أنا وصلت كاس الأمم الأفريقية وبعدين بلعب مباراة ودية طيب أنا عندي مباراة رسمية لو كسبتها يوم 15 حطلع على منصات التتويج النادي الأهلي بن قسين المصري النادي الأهلي من مصر وبالمناسبة في ذلك الوقت المسؤولين في اتحاد كرة القدم بيبقوا موجودين على المنصة جنب كابتن محمود الخطيب سواء كسبنا أو لقدر الله حصنا أي حاجة تاني بسبب إيه؟ بسبب الأهلي إن شاء الله نكون ربنا يا رب ربنا يكرمنا ونقدر نكسب ويحتفل مسؤولي اتحاد كرة القدم عن فوز يا رب إن شاء الله يحصل كده ونحتفل كلنا مع مسؤولي اتحاد كرة القدم ولكن حرام عليكم أنتم بتعملوه اللي حضراتكم بتعملوه مع النادي الأهلي هو منتهى التعنت اللي حضراتكم بتعملوه مع النادي الأهلي اللي بيمثل مصر في كل المحافل الدولية تقريبا حضراتكم بتتعنتوا مع النادي الأهلي أتمنى أن الكابتن حزم إمام المشرف على المنتخب أنه يتدخل في هذا الأمر لأنه يعلم تماما طبعا كل اللعبة الأهلي مهمين وكل اللعبة المنتخب أهم من أي حد المنتخب أهم من النادي الأهلي ومن كل أندية مصر ما عندناش مشكلة في هذا الكلام ولكن زي ما قلت وزي ما حكيت من شوية اللي بيحصل ده غلط وغلط كبير ومحدش يزايد مرة تانية محدش مرة تانية وتالتة وعشرة محدش يزايد على النادي الأهلي يقول بص بيتكلموا طلعين يقولوا بيتكلموا عشان النادي الأهلي ما يوديش لعبته المنتخب عيب الكلام ده عيب النادي الأهلي يا ما عمل ومش عمل يعني تفضلا لا عمل عشان بلده عشان دي بلده وده واجبه فيجب على اتحاد كرة القدم ومسؤولية بالكامل كابتن حازم وكل المسؤولين اللي موجودين في اتحاد كرة القدم زي ما كابتن حازم قعد مع بيتوريا تلت ساعات أنا فاكر وحاول أن يقنعوا بأن هذه الدورة الدولية الودية في ذلك الوقت مهمة طلع كل لعبة ندي زمالك أعتقد كلهم يعني عندنا مطش يوم 15 النادي الأهلي عنده مطش يوم 15 وهو بيمثل بلده في السوبر الإفريقي أرجو أن حضراتكم تراجعوا نفسكم في الكلام اللي بيحصل مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر شكرا